تجربة السوديوم في الماء عشان نفرق ما بين نشاط العناصر وتفاعلها والفرق ما بين نشاط العناصر بتقسمه كما قلنا 3 مستويات المستوى الاول هي عناصر نشاطة جدا وتتفاعل بمجرد تعرضها للنواك الجو احنا عندنا نسيل عليها اللي هي السوديوم والكوتاسيوم فحنا نقوم بتجربة السوديوم هناخد كمية من الماء وهنرضى بطعة من السوديوم طبعا السوديوم بما ان العناصر نشاط جدا يتفاعل بمجرد تعرضه للهواء الجوي فبيحفظ تحت الكيروسين اللي هو الجاز طبعا المفروض لازم يبعد علشان خاطر ونحط قطعة السوديوم طبعا الغاز المتصاعد كله هادووجين المفروض ان غاز هادووجين وده هتخديبه السنة كام شهرطه انه يشتعل بطرقه بيعمل صوته زي ما تشايفه بطرقه بطرقه شرار ده لدينا عنصر ناشف جدا ومجرد معروضه الهواء الجوي بيتفاع فبيحفظ خاطر